السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد من قناة انا لقيدك فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة بسيطة كلا لو انت عندك كرسي مثلا اطفال زي مكسور اول حاجة ممكن تلحمه بالطريقة ديت بتجيب ماكن برشام زي ديت تمام وتجيب اي حتة بلاستيك عندك او الامونيا تخرمها طبعا الامونيا لازم ان تخرمها برا او توضي الحد بتاع الامونتالي يخرم لك في الكرسي ويخرم لك في الاي طبعا الكرسي هنا انا ما خرمتوش انا جبت طبعا عشان ده بلاستيك وده بلاستيك جبت مكوت اللحاء وخرمت بيها وزي ما شايفين اللي حمت بالطريقة ديت تمام اي الفكرة بقى اللي معانا النهاردة ازاي يستغل الكرسي مثلا زي ده مكسورة ومش عايز نلحمها انا اعمله مرجحة للاطفال تمام ادوات اللي معانا مطلوبة طبعا الكرسي زي ما انتو شايفين على طور تمام وبنقطع الرجول خاطر شايفين تمام جبنا صنفرة وصنفرة مشي الهديات عشان الخاطر اللي هو فيها ما نسرعيش ولا حاشا ما نتعورش تمام وبعد كده رح تجايب مكوت اللحاء تمام سخنتها كويس وده تنامل تجويف في الجنب هنا ازاي ما انتو شايفين تمام التجويف ده عشان ما اجيبت ايه نعلق فيه لايه الحبل اللي هنثبت بيه المرجحة المرجحة هتتعلق بايه ده حبل اسمه حبل شريط ده موجود السوق ده سعره حوالي اربعين جنيه خمسة اربعين جنيه ده كيلو على بعضه حاجة يعني انتش نعطيها طبعا كمية دي كلها هتجيب لك مثلا خمسة متر على حسب عشرة متر لو انت هتعلم يجوز عشان يقدر يكفيك تمام وهنبدأ مع بعض ننفذ ازاي نوصل الحبل بتاعش الحبل بتاعزمن يوصل بطريقة معاينة عشان خط الموجح تابعة ثابتة ونبعش في مشكلة تمام طبعا انا في الحكاية ده لسه او مرة نعملها فانعنا نتاجل يعني ونوصل لطريقة كويسة ونرجع لكم تاني بالوقتي رجعت لكم بعد ما ركبت معكم المرجحة تمام اول حاجة عملتها الحبل اضعتها حوالي تلاتة وتلاتة 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 تمام يعني انت هتعوز حوالي اتناشر متر تمام يعني كل فرد هتاخد تلاتة متر مجوز زي ما انتو شايفين كده اهي تمام بدأت انا بقى اعمل ايه اول حاجة تمام ركبت هنا تلاتة وعملت لهو شدات من لذلك الشدات بتاعنا دا ما تقورش علي جامد في الاول لحد ما تصبحت الفرد ونفس النظام اهوت تمام اعملت شدات في اللجام يبقى انا دلوقتي عندي اربع واصلات كل واصلة تلاتة مجوز زي ما انو شايفين كده وجيت فوق رحت اعيدها بالطريقة دي تمام طبعا عشان ان اعلقها بعملت ايه ايه اتبت جنشين حديثة كده وروحت اوصلهم في عتبة البيض دا باب القوضاء والجنش يبقى فيه مثل ايه فتحة كده ممكن توسحها سنة عشان تدخل عن طريقة المرجحة بتاعتي وتبدأ لو انت عايز تشيلها تشيلها براحتها فلا انا مش هتفضل في ايه بقى كده قدام الباب يعني منظرها باية فانا دلوقتي عملت ايه بعد اما وصلت كل حبل الخرم بتاعه واحتقت فوق هنا العقدة ديه تشيل خطر الحبل اللي ما يروحش مني تحت وفوق يبدل ثابت في مكانه ونفس النظام هنا ايه بعملنا اربع وقته احنجيب شوفه منظر من بعيد كده ايه هنزله بيها بالراحة 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 ايه هنا بقى ده الشداد بتاعك ليه بقى لو قيت حبل اعلى من حبل انتقدك مش مضبوطة زي المصنع ما بيجي بيجي بيجيب بالظاف بتبدأ تفوق وتربط سنة او تغخي سنة تمام وعملت ايه هنا رح ترابط حبل كده ده اسمه حبل امان انا وصله ثانية اهو ده حبل امان عشان لو طفلك صغير شوية يبقى انت تعمله زي حزام كده ترابط من هنا بالجام وترابطه انت من هنا عودتين كده عشان يبقى مسك على الطفل بتاعك عشان بخاطر ما يقعش يبقى احنا فكرة المرجحة زي ما قلنا اي كرسي قديمة عندك بتقصه من تحت وهو حتى لو فيش اخرام هنا بتعمله اربعة اخرام بتخرم بمكوت اللحاء وهتبدأ تجيب الحبل بتاعك اسمه شريط حبل شريط وتبدأ تزبط الاطوال بتاعتك ثلاثة 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 على مجوز وتبدأ تعمل شددات تحت دي هتوسع وتضيق منها عشان خاطر لو فيه حبل الزاوية بتاعته مش مزبوط او بدي حدث معاك وفوق تقود وما تيجي تعلقها بتعلقها بالإفيز اللي انت شايفه ده وضع دعمني بالاشتراك واللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته